أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أشمل في مختلف المجالات وخاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير الشؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث نوه سموه بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الفاعل إلى جانب دول شقيقة والصديقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة لافتا إلى أهمية مواصلة تسخير الجهود الدولية وتوحيدها بما يعود بالخير والنافع على الجميع كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات ساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك